طيب نقدر دلوقتي ناخد مع بعض مقادير وصفتنا التانية وانا حلم الدقيقة وانا باخد مقه يلا حلم بس دول مش عايزاهم يلا طيب نشوف مقادير وصفتنا التانية مقادير حلو بس شكله يعني شيك شياكة يعني رائعة جدا انت ممكن تعمليه ويعني تتباهي كده بمنظره لانه فعلا شكله كتير حلو شكله فعلا شيك ينفع يتقدم بمناسبات وينفع ليكي كده مع ايه فنجان القهوة رائع جدا هنعمل مع بعض وصفة انا كنت محتارة بتسميتها بصراحة بس هي سميتها حلو التشيز بالكنافة والكنافة اللي فيها قليلة جدا بس مديها كده طعم وتكستشر خاص جدا يعني قوام مختلف رائع جدا عندي الطبقة الاولى عبارة عن 3 معالق كبار من الحليب الباودر بس ما حمصها وحنحمص مع بعض عشان نشوف يتحمص ازاي 35 جرام وعندي كباية ونص من البسكويت المطحون تقريبا 175 جرام وعندي ايه كمان عندي زبدة طرية يعني من 80 ل90 جرام حسب نوع البسكويت اللي انت مستعمله واحتياجه للزبدة طيب الطبقة التانية عندي الطبقة التانية عبارة عن هو حلو بس خفيف على فكرة عشان فيه زبادي كتير كباية زبادي 250 جرام عندي كباية ونص من اللبن الباودر 200 جرام عندي علبة اشتة 170 جرام علبة المعلبة اللي بتكون في سوبرماكت حتى بره التلاجات عندي اربع حبات بس من الجبن الكيري مش كتير عاية تستبديريهم بمسلسات مفيش مشاكل المتوفر عندك عندي نص كباية سكر 120 جرام وعندي 50 جرام من الزبدة يعني تقريبا معلقتين كبار عندي نص معلقة صغيرة فانيليا وعندي معلقتين كبار من الدقيق 25 جرام عشان نربط المكونات دي كلها مع بعض واللي هتخش فرن على فكرة طيب الطبقة التالتة بعد ما تستوي خالص ركزوا معي بعد ما تستوي خالص وتسقع هيلزمنا شوية لبن مكسف وشوية كنافة هنحمصها بمعلقة سمنة وشوية فصة لو عندك طيب نشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنشتغل بس انا هشيل بقى العجين ده عشان مش عايزينه يلا اول حاجة هعملها اني انا اقول لكم على ممكن احطهم هنا هقولكم عن موضوع اللبن الباودر اوكي اللبن الباودر ازاي منحمصه فطاصة نشفة تماما ما ينفعش تكون فيها دهون ولا دسم نهائيا بس ننتبه عشان اللبن الباودر من الحاجات اللي بتتحرق بسرعة فانا كل اللي بعمله ايدي معاه وعيني معاه ما ينفعش اني اسيبه خالص وعلى النار افضل عمال بقلب وخلي النار تكون وسط بلاش مولعة خالص عشان ممكن يتحرق مني بسرعة حلو؟ طيب نيجي بعدين بقى ايه؟ اول ما يبدأ ياخد لون لازم اكون مجهزة ايه مجهزة طبق او اي بولة اقوم رفعه من الطاصة يعني ما ينفعش بعد ما يتحمص يفضل في الطاصة في حد هيقول لي طيب ليه؟ عشان باختصار لو فضل في الطاصة بعد ما اخد اللون واتحمص هيتحرق من حرارة الطاصة حلو؟ فاننتبه على الموضوع ده طيب في الاسناء دي انا هاخد البسكويت عندي اهو وده عندي اللبن اللي تحمص يعني ده دلوقتي هيوصل للون ده بصو وحخلينا شغالين مع بعض في الطاصة لغاية ما وصلوا كده عشان ما حدش يقول لي ازاي عملتي هنعمله مع بعض بس كده طاصة نشفة تماما على النار هنخلط هنا البسكويت مع اللبن المتحمص وده اختياري طب في حد هيقول لي انا مش عايزة اعمل حركة اللبن المتحمص براحتك بس اللبن المتحمص ده بيدي كده طعم حاجة كده عارفين طعم الحاجة لما كده بتكون شيطة سنة بس طعمها حلو يعني اخذ كده لسع الطعم حلو ومدية كده نكهة مميزة بصوا انا هنا كان هيتحرق هلحقه بقى بصوا 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 بدأ يتحمص ده لحقته في ثانية على فكرة معي يا صاح طلعت في ثانية كان هيتلسع ده بصوا بدأ ياخد لون ازاي ده مش هياخد وقت واول ما لقيه اخد اللون بدأ خلاص بصوا 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 من تحت اول ما لقيه بدأ ياخد اللون فورا ارفعه من الطاصة لان الطاصة السخنة دي هتحرقه لو رفعته من النوع سبتيه في الطاصة هتلاقيه بقى أسود لازم فورا يتغرف بأي طبق هجهز له طبق ممكن مثلا ده بصوا أنا في الثانية اللي بسيبه فيها بصوا من تحت بصوا في الثانية اللي سبته عشان أجيب الطبق بدأ ايه ياخد لون أكتر طيب بصوا أنا مش عايزة أطول فيه كتير عايزين نكمل مع بعض فأنا ممكن عند المرحلة دي أنت كوانت حكمي بطعمه يعني هو كل ما تحمص أكتر كل ما طعمه بقى أقوى فاللي عايزة طعمه يكون أخف حمصي كده ورفعي أنا بحب بصراحة لا أتكي عليه سنة كل ما يعني غمق بس ما يبقاش بني غامق جدا عشان ما يبقاش ممرر كده تمام هو ده اللون أنا حرفعه وقوم فورا لازم في طبق ما ينفعش أسيبه خالص حيتحرق هو ده نفس اللي نزلناه دلوقتي بقى زي لون البسكويت اللي استعملناه بالضبط طيب عندك طبق طايركس ينفع عندك صانية بتاعت التشيز كيك ينفع أنا عشان كنت عايزة يطلع بشكل مربع أنا مش عايزة مدور أنت عايزة مدور مفيش مشاكل خليها بصانية مدورة طبق طايركس ينفع زي ما قلت بس أنا عايزة كنت أقطعه بشكل معين فعندي الإطار المعدن ده وصانية حطيته ومفرشت لكم عشان يحميه مشكلة الحلوة ده بس مشكلة واحدة أنه البسكويت ده ممكن يتلسع مننا في الفرن فلذلك حاولي تخلي الحرارة لما يدخل الفرن هيدخل على حرارة اللي هي كام 150 ولو خايفة أكتر خليها 140 بس أنا بدخله على 150 والمفرش السيليكون ده بيحمي البسكويت البسكويت أنه يعني يتلسع أوكي أنت ممكن مثلا تحطي تحتي صانية وتخليه هو بالرف اللي فوق بلاش تخليه بالرف اللي تحت عشان بس طوقت البسكويت دي ما تتلسعش بمد كده البسكويت بقى مع جنته بالزبدة وبقى عندي متماسك بصوا قوامه بصوا لو ضغطت عليه معايا أستاذ صلعت كده أنا أعرف أن البسكويت عندي اكتفى من الزبدة طالما بضغط عليه يبقى متماسك يعني كمية البسكويت تمام عفوا كمية الزبدة تمام هقوم دلوقتي ضغطة كده وممكن أدخل بقى فين في التلاجة لو أنا عايزة إيه يتماسك كويس أدخل لغاية ما أحضر بس الطبقة اللي فوق الطبقة اللي فوق دي اللي هي هنشوف مع بعض إزاي هنعملها حامل إيه الطبقة اللي فوق هاخد بولة كبيرة ولا أسهل ولا نخلطهم دلوقتي مع بعض عشان نكمل بس آخر فقرة في الفاصيل إيه رأيك في السريعة مش هاخد وقت هنقوم أخدين عندي الزبادي في السريعة كله على بعضه زبادي اشتا يلا لبن باودر طبعا أساسي كباية والنص وعندي المعلقتين الدقيق دي وكي وعندي الجبنة أربع مربعات بس على فكرة وصفة سهلة جدا فانيليا هنقوم دلوقتي ضربينهم مع بعض بالبلندر دلوقتي أنا ممكن أقول لكم عشان أستاذ طلعب ما يزعلش مني ممكن دلوقتي إيه لو عايزين أنا ممكن في الفاصل بس أنا حوريهم بس حاجة عندي شوية كنافة أهي شوية كنافة دي متحمصة أهو دي متحمصة ودي للسانية أنا ممكن بس اسمحولي إني في الطاصح هحط هنا معلقة زبدة أوكي معلقة زبدة واحدة بس فقط لا غير وابدأ أحمص الكنافة عشان تبقى زي دي وما حدش يقول لي إزاي دي بقت دي فأنا هحط أهو قدامكم شوية كنافة أهو ونطلع فاصل حامل إيه في الفاصل هحمص الكنافة وحضرب مزيج ده كله مع بعضه بالكامل الزبادي والقشطة واللبن الباودو من غير إضافة مية خالص هضربهم بس بالهاند بلندر هبتدي بالضرب أهو وحنطلع فاصل صغير هرجع بعد الفاصل شوفوا القوام أهو هرجع بعد الفاصل أكون بس كملت ضرب المزيج كله مع بعضه فاصل صغير رجعين بعد الفاصل فاستنوا ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ضربت المزيج زي ما أنا قلت بالضبط ما فيش أي إضافة مية ولا لبن ولا أي حاجة هو الزبادي كفاية الزبادي زي ما هو العلبة زي ما هي بتفضيها بالمية بتاعتها مش هتنش فيه وحنستعمله زي ما قلنا ونخلط معه الجبنة والقشطة وكل المكونات عندي ممكن على فكرة بيخلط العصير لو ما عندي كيش بلندر في حد حيقول لي أني ما عنديش بلندر ممكن في الكبة ممكن بيخلط العصير أي حاجة من دول هتنفع مهم بس يغطلطوا ويبقوا نعمين والسكر كمان ضفتوا طيب أنا حاجيب دلوقتي اللصانية عشان حصب المزيج فوق البسكويت وزي ما قلنا لو عندك وقت ياريت كنت ادخلي ببسكويت يعني شوية التلاجة أو الفريزر عشان بس خوفا من أني لما بيصب المزيج ما لقيش بسكويت يقوم طالع على وش المزيج ده المزيج أصلا تقيل شوية أوكي فهنا عايزة بقى أخليه في الفرن يدخل يحصل فيه إيه يتماسك ما يبقاش سائل يبقى متماسك وأعرف لما يستوي ويبرد لازم يبرد يتقطع معايا هيدخل الفرن على درجة حرارة كام على درجة حرارة مية وخمسين من تحت بس ما تشغليش من فوق خالص ومية وخمسين كفاية أنا مش عايزة مية وتمانين ودرجة حرارة عالية عشان مش عايزة يتلسع البسكويت هيتلسع منك الطبقة دي هتاخد لون أنا عايزة هتبقى بلون فاتح مية وخمسين مدة قد إيه مدة تلت ساعة بعد تلت ساعة هتلاقي من هنا هتلاقيه لما بتهزيه ما بقاش طري كده هتلاقيه إيه ثبتت الطبقة دي النص ممكن تلاقيه طري ثنة يعني لو دخلتي شو عود خشب ممكن تلاقيه عمل بيطلع بفتفيت عادي ما تطلعيهش من الفرن يعني يقعد تلت ساعة في الفرن قطفي الحرارة وخليه في الفرن عشر دقايق أوكي يعني الفرن مطفي خليه عشر دقايق طيب إحنا ممكن تكون بس هنا الحرارة شوية عالية يعني هو لازم يكون داخل زي ما قلت والفرن مية وخمسين يال هنعمل إيه دلوقتي هوريكم شكله لما بيطلع من الفرن ولما بيسقع كمان البلانشة بتأتي لما حيسقع طبع ده أنا مقطع للقالب باقي بس قطعة صغيرة عشان أنا مزوقاها ومخلصة أغلب شغلي بيها حجيب سكينة ونبدأ نشوف شغلنا بيها عامل إزاي لأ مش دي بقى ممكن دي الكنافة عندي أهي اتحمصت على النار عشان ما حدش يقولي انت جايبة كنافة متحمصة وجهزة أنا حطيتها قبل الفاصل قطعيها بس خيوط صغيرة وحطيت معلقة الزبدة دوقتي بعدتها عن النار خلاص النار كانت هنا ودلوقتي عندي دي يعني بعدتها عن النار عشان خلاص اتحمصت أقدر بقى أسيبها كده تقعد في طبق تسقع شوية عشان نستعملها يعني أنا كنت عامل احتياط الكنافة اللي وريتها لكم اللي هي هنا وهو عملنا زيها بالضبط على الهواء دي اللي معمولة ودي اللي عملناها مع بعض طيب دي طلعناها من الفرن قعدت في الفرن أرجع أعيد درجة حرارة 150 من تحت بس قعدت مدة قد إيه مدة 20 دقيقة بعد 20 دقيقة طفيت الفرن وسبتها جوه 10 دقايق تمام؟ دلوقتي بقطعها زي ما انتم شايفين مربعات اهو والطرف ده أنا لو مديقني شوية شكله أنا هقدر أشيل جزء من الطرف ده لما بتسقع بعرف أقطعها لما بتطلع من الفرن لسه سخنة بتكون لسه طريقة ما يفشل تقطع يعني دخلت الفرن زي ما قلنا تلت ساعة 150 10 دقايق طفينا الفرن وخلناها 10 دقايق جوه الفرن المطفي كده نصف ساعة قعدة في الفرن فتحت الفرن طلعتها لسه سخنة أدخلها التلاجة أو عايزة تخليها تهدى شوية بره وعدين تدخليها التلاجة على الأقل 4 ساعات تتماسك لما بتتماسك بتبقى كده أعرف أمسكها بإيدي قطعة متماسكة بس من هنا حاجة كده حاجة كده لا يعني صراحة يعني ولا شوكولابيضة ولا مش عارفة أوصفها يعني طعمها رائع جدا طب أنا هشكلها إزاي هبدأ أعمل إيه عندي شوية لبن مكسف ممكن تكوني أنت عاملاه في البيت وكنافة وهناخد تليفون من ياسمين ألو ألو ياسمين ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزيك يا ياسمين الحمد لله لأخبارك حبيبتي الحمد لله ك 리سو أخباري كينسي والله أنا بخير طرق ما أنت بخير يا ياسمين شك كنت عايزة أسأل حديثيك على طريقة الماكرونة بالشمل حاضرحبددلسة تسألت السؤال ده حاضر الماكرونة بشمل بكل بساطة هتقومي سلق الماكرونة الشكل اللي أنت بتحبيه تحبي الألم بتحبي الشكل اللي أنت بتحبي تحبي اللي شكلها كده حلزوني اللي أنت بتفضليه وتقوم لي عامل عصاج لحمة بصل وممكن تحطي له شوية توم بسيط وفلفل رومي أخضر لو أنت حبه في ناس مش بتحب وتقومي مع الصاجة اللحمة وبعدين أنا بحب أحط لها طمطميتين مفرومين ناعم وده كمان اختياري لو بتحبي أوكي وبعدين خلاص التواب اللي أنت عايزاها لو بقى في بابريكا شوية بودرة بصل بودرة توم السبع بوهارات الحاجات اللي أنت بتحبيها وكده عندك الحشوة بقت جاهزة هتقومي مخلطة حتى طبقة بشامل في الأعر ومكارونة بعديها نص كمية المكارونة وبعدين تقومي عاملة إيه تقومي حط الحشوة وفوقيها بشامل بعدين نص كمية المكارونة الباقية وتقومي آخر حاجة فوق المكارونة حتى طبقة بشامل وفيرة كده وحلوة وإيه وموزع جبنة ومدخل الفرن وقالف صحة وهنا على قلبك طب عملت إيه دهنت كل قطعة بيه لبن مكسف محلة أنا عاملاه في البيت ده على فكرة مش جايبة العلبة الجهزة وإن شاء الله لو في مرة نبقى نعمله مع بعض ده شغل البيت وبيقعد معايا في التلاجة شهور مش بيحصل له حاجة لبن مكسف رائع لكل أنواع الحلويات ولا بيسكر ولا بيبوز وممكن تلاقوا مقاديره وطريقته عندي كمان في الصفحة على الفيسبوك ممكن ننزله لكم إن شاء الله دلوقتي خلاص رشيت الكنافة الكنافة عندي بردت طبعا رشيتها ودلوقتي أنا حرة أعمل أي حاجة أنا عايزها عايزة أرش كرامل هقوم حاطة كده حبيت كرامل عايزة أحط مش حافل دي بس إيه حتكون مسكة شوية اللي هو جناش الشوكولات الأبيض دايما جناش مشكلته إنه بيتقل وبيبقى صعب لازم يتسخن عشان إيه أعرف أنزل منه هو بينزل بس بصعوبة أهو ودي بقى اختراع إن شاء الله حلقة كده لوحديها نعملها مع صنف حلو يليق بيها دي بقى أنا عاملة زبدة إيه زبدة البستاشيو أو الفستق الحلبي وعلشان دي حاجة كده لذيذة هنعمل واحدة تانية منها دي أنا عاملها كمان في البيت ومش مكلفة حطة كمية فستق بسيطة جدا بتعملك كمية حلوة تزيني بيها وتضيفيها لأطبائك طبعا عندك بقى شوية كور شوكولات زي دي عندك شوية فستق مثلا دي هو الفصدق دا مثلا أهو وخلص بس كده ترجمة نانسي قنقر